البردامج الحين أنا أبغى ألغي عقد لاعب أخذ الموافقة منك تاخذ موافقة مني ومن الاستدامة المالية طيب إيش المطلوب عشان أفتكنا من هاللاعب لاعب ما عجبني مناجح من بيدفع فلوسه رجي تمشي أنت تقول لها حلي لها المشكلة حلي لها المشكلة رح بيئة حاولت بيئة ما قدر يبيع لازم يقدر يبيع يقعد في النادي يقعد في النادي يدفع وراح من البجت حق قلت أولا يمعطي عليها بجت ما يمكافأة على سوق البلانينج اللي عنده والتخطيط ما قدر الكافأة بس في لعبة ما تنجح تبو بوزيان ما علي تلقالها بيعة أنت اليوم لازم اليوم مطيب اليوم بعد الميزانيات اللي قاعدين نعطيها الأندية عشان تتعاقد فيها ترى شوف اليوم احنا عندنا البردامج مركزي استرى مسؤولية التعاقد الرئيسية هي مسؤولية النادي ما في لائب يفرض على نادي نهاي أنا لش قاعد أقول لك كده يعني مثلا بعطيك مثال نسلم اللاعب عندي أنا ما بيه وجيت عندك أنت قلت لي ما في بيع ما في نهاي عقد لين تدبروا أمور المالية قلت لك طب أوك يا بوزياد أنا ببيع اللاعب أي باعة عشان نفتك منه وانت أخصمها من ميزانيتي القادمة يمشي هالكلام ولا ما يمشي ويغطي الدفسة اللي بينهم بيغطيه لا لا من فلوسك بتعطي ليها لا لا ما عليش اليوم أنا عطيتك في لائب بقيبته مثلا 50 مليون ويألف السنة طيب وجيت اللاعب هذا لقيت لعارة في مكان ما مليونين زي مليونين باقي 48 مليون بيغطيها أنت ما بتعطي لي 100 مليون بعدين ما يعطيك 100 مليون لا ليش عطيك 100 مليون أنا مولية ميزانية مخصصة صحيح لك ميزانية مخصصة بس أنت الحين رحت ما عليش بتعطيني الفلوس تقولي على لاعب جديد ما تدفع ما تدفع 48 في السابق اليوم أي شي أي دفست عندك عجز في البرنامج هذا عجز موجود عندك أنت تحمل ليش أتحمل أنا أنا ما باكن تحملها أنا أبغى تحملها من ميزانية اللي أنت بتعطي ليها أبعطيك طيب بس أنت بكم قاعد تبيع اليوم اللاعب هذا مو بكم كم قاعد تبيع اللاعب كم يكلف خزينتنا عنا في البرنامج كم يكلفنا مرحبا أنا فهمت كرامك الحين خلينا نفترض أنت تعطيني أنا يترك العجمة نادي يترك العجمة كل صيف 100 مليون نفترض ميزانيتي 100 مليون وأنا عندي لعبة بيفتك منها وما قدرت أدبر لها بيعة إلا بـ 3 مليون فصار عندي عجز 47 مليون صح أو لا تأخذ الثلاثة مليون طيب أخذ الثلاثة مليون مع الخمسين وإنت ميزانيتك اللي موجودة شف التوزيعات إنتم في الإدارة أخذوا منها 47 العجز وعطني 53 تسعون كذا توافقون لا 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 ولكنها مع تعاقدها التزمت للسنة الجاية والسنة اللي بعدها وفي بعض العقود حتى وصلت ثلاثة سنوات أو أربع سنوات فاليوم أنا ما أعطيه فلوس جديد للصيفية الجاية زين المبلغ اللي عنده بالتوزيعات يجب إنه يغطي رواتب اللعيبة اللي جابهم الصيف هذا عظيم زين فهذا القاعدة الأولى أوكي في الموضوع هذا فأنا اليوم هدفي رئيسي إنه يغطي التزامات النادي بمتاز حمليات البيع وش رأي يحصل فيه لعب ممكن تجيه إصابة يعني على قوتهم ما يقدر يلعب مدة سنتين ممكن الإصابة تنهي حياة رياضية هذا الشي يحصل زين ولكن البرنامج اليوم ما حيتحمل تبعات بيع وش رأي غير محسومة هذه الصورة مرة واضحة أنت عطيتني مليار جبت أنا سبع لعبين أو ثمانية لعبين واحد منهم ما نجح أنت مخطط الصيف الجاي حسب البرنامج أنه أنا ممكن يكون لي مئة مليون لأنه تعطيتني مليار مئة مليون خارج رواتب هذولي اللي أنا متعقد معهم لمدة سنتين تعطيني مئة مليون أنا اللاعب ذلي عندي اللي أنا هو بناجح ما عرف تبيع بيعه كويسة وصار هو قيمت خمسين مليون بعته بثلاثة بثلاثة مليون صار في عجل سبعة وربعين وإنت مخطط تعطيني مية بتعطيني المية وتقول لي هذي مية لازم يكون فيها لعيبة جدد لاعب جديد ولا بتقول لي هذي مية حل مشكلة اللاعب اللي أنت تخلصت منها والفايد جب فيه اللي تبي أنا أتبغى جابك بس أتبغى جابك بدقة اليوم إزالية النادي المخصصة من برنامج أو من مداخله زولا الزنج أزالي النادي ما يدخلني في مشاكل هذا مهم ما يدخلني في تابعات مالية وقانونية زولا لحق تصرف الفلوسه ممتاز هذا اللي نسأل عنه يعني أنت بس تقول له هذه المية مليون يا تركي بس الله يخليك أبغى كل العقود اللي عندك ملتزم فيهم اللي يفيض عندك تصرفين ما عندك مشكلة في الموضوع لا لا ما فيه اللي يفيض تصرف فيه هو اللي يفيض تصرف فيه في موضوع الاستقطابات ايه 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 معاكم ايه نحن 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 نتصرف فيها بيروح يأخذهم يشتري فيهم سيارات بيأخذها اللعيبة الآن النادي لجاية تعاقد يا بوجود النادي حتى لجاية تعاقد تعاقدات جديدة ترى يجي وتواصل معنا أنا عندي ونقعد معه أنا عندي التعاقد الفلاني أنا بغى أجيب المركز الفلاني الخانة الفعلية عندي ثلاثة options واشتبعات المالية حقتها فيها كذا وكذا بأقولك شيء وش كنا نسوي في الصيف يعني اليوم 91 اللاعب مش ممكن نجلس معهم كله وانا ممكن ما جلس ولا ممكن سبعة وعشرة مباشرة زين اليوم حنا ليش نطلب من الاندي تقدمنا نحن نطلب من الاندي ونقول له وش رينج اللي عندك حق اللاعب هذا قيمة الترانسفير حقها انتقال مثلا بين مليون إلى مليون ونص راتفة السنوية قيمتها مليونين إلى مليون ونص النادي بعدها نخليه يروح نحن نراجع العقود على فكرة في الصيف هذا نحن في الشهرين مراجعين 120 عقد ما بين عقود انتقال و عقود لعيبة فاليوم نحن نخلي النادي يروح و يتكلم مع اللاعب جابه من ضمن النطاق اللي حددناه معه كويس ما قدر ان يجيبه او ان اللاعب ما رضى يجي او الوكيل حقه قال لا بزيادة او اي شي هذا يحصل يعني احنا اليوم في البرنامج قدمت لنا 148 طلبنا الاندي اللي وفق عليها ترى 89 فيه مننا مجموعة فوق الخمسين هيترى موافق عليها لأسباب كثيرة يا ان المفاوضات ما اكتملت يا ان اللاعب يعني مطالباته صارت كثيرة او ان اللاعب في وسط المفاوضات لقى مثلا اوبشن او خيار ثاني و راح لابد ما يجي عندنا